اشتركوا في القناة 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 اللجنة ما عملتش والتحقيات اثبتت كذا واللجنة دي ميت فل واربعتاشر والدليل واحد اتنين تلات اربعة وقررنا المدليها وقررنا ان احنا نعاقب مثلا الطاقم التحكيم او تطلع تقول لي اللجنة لم تؤدي عملها لم تنجح في عملها الخلافات كانت كتيرة جدا المشاكل كانت كتيرة جدا جدا طول الليل والنهار عمليني صالح ونجيب دا ونقعد دا ونمشي دا ونحط ضفار ونحط دا مش عارف ايه ونحط دا ايه وبعدين نرجع ونقول ونعيد ونزيد شكرا لللجنة انتهى دورها متشكرين كترخيركم وفلان يتولى اللجنة لمدة شهر لحين الانتخابات ويجي الاتحاد الجديد يختار اللجنة زي ما هو عايز خد لي قرار حاسم خد لي قرار واضح وانا بغششك اهو ما لازم تطلع بقرار هتقول لي استمرار تحقيقات اقولك كترخيرك تشكرين ما يلزمنيش انا اتمنى ان دا يحصل بصراحة يعني ولو ما حصلش هتزداد الازمات يا جماعة احنا بقىنا فترة طويلة جدا على مستوى النتائج بنحقق اسوأ النتائج لا منتخب اول ولا منتخب اولمبي باستثناء حصوله على المركز الرابع في الاولمبياد وعملوا متشاة كويسة وهزيمة قاسية امام المغرب لكن قدموا اداة كويسة واخدوا المركز الرابع لكن ما خدناش مديلية هنا يسمى تمثيل مشرف او قريب من المشرف ولا منتخب شباب ولا منتخب ناشئين ولا منتخب صلاة ولا منتخب شطئية ولا منتخب ولا اي منتخب عمل اي حاجة ما عندناش اي نوع من انواع الانجازات على الاطلاق فخلي انجازك قبل ان ترحل انك اخدت قرار صح واسباب عدم الانجازات هو الاخطاء الكثيرة اللي حضركوا يأتي فيها لا بتعد كرة شطئية وانت هتعمل البطولة في مصر لا بتعد كرة الصلاة وانت راح المغرب تكون نتيجة بتخسر من ليبيا وبتخسر مش عارف من انجولا وبتخسر من موريتانيا وشغلانا صعبة جدا منتخبات الشباب تخرج من البطولات منتخبات الناشئين تخرج من البطولات لا نتأهل الى كأس العالم لا نصعد الى حتى ضربة النهائية في بطولة الامم الافريقية ونتائج مدوية مدوية بالسوء وليس بالنجاح هل انا الاواني انه من رحم المعناة يظهر القرار الصحيح والصائب لتصويب وتصحيح مصار كرة القدم المصرية ولو لمدة شهر اتمنى ان ده يحصل ما تقلبهاش اهلي وزمالك الاهل يقول لك والله اذا الكلام ده صح واذا حصل تغيير وووو ما تعيد المباراة واكيد النادي البنك الاهل هيقول هذا الكلام كلهم يغني على ليلا زي ما يقول لك وانا مالي زي ما يقول لك انا ما عنديش انا محسوب عليها اتنين بنالتي في هذا اللقاء وانا بقول لك انه فعلا محمد عدل يعني رغم الناس كتير جدا والاهلوية بينتخذوا لك محمد عدل من الحكام الجيدين وانا لا اشك الله في نزهته ولا في اسلوبه ولا في طريقته على الاطلاق لكن انا عايز الحقيقة عشان الناس ترتاح